للحديث بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية سألين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا اللهم أمين حلقة جديدة للحديث بقية مع ضيف كريم نحبه في الله سبحانه وتعالى داعية محبوب تضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي يا مرحبا شيخنا الحبيب مرحبا بك الدكتور أحمد وأحسن الله إليك وإحسن الله أزولنا تقبل منه ومنكم آمين وإياكم سيدنا ربي الله عنكم اللهم آمين فضيلة الدكتور السيد البشبيشي كان له برامج الناجحة على قناة الندى شاشة قناة الندى وكان ما شاء الله لهم بارك له مردود جميل من جمهوره ومحبيه أسرار التكرار في القرآن وهو لازال هذا البرنامج يزاع حتى الآن على هذه الشاشة المباركة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن نجعله في ميزان حسنات الشيخ الكريم وميزان حسناتنا وإياكم جميعا القرآن في الحقيقة كم نحتاج إلى أن نعود إليه من جديد وإلى أن نفهم القرآن وإلى أن نتدبر القرآن وإلى أن نتلو القرآن ولذلك خصصنا في قناة الندى مجموعة كبيرة جدا من الحصص الإعلامية الثابتة اليومية التي تأتيكم على هذه الشاشة المباركة لتخدم القرآن الكريم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته اللهم أمين شيخنا الحبيب فكرة البرنامج أسرار التكرار في القرآن من أين جاءت الفكرة ولماذا تحدثت في هذا البرنامج عن هذه الفكرة تحديدا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من التبع هداه وبعد أخي دكتور أحمد الله يحفظك طبعا الفكرة كانت في ذهني وفي قلبي وفي نفسي منذ سنة طويلة نعم ربما تستغرب إذا قلت لك منذ صغر ماشاء الله أولا بجاء في طريق طلب العلم وكنت أقرأ القرآن وأحفظ فيه فأستغرب جدا ما يدور في ذهن أي مطلع على القرآن حينما يرى مثلا هناك تكرار في بعض القصص أو في بعض الآيات المتعلقة بالأحكام أو متعلقة بالجنة والنار والدر الأخيرة وإلى آخر هذه الأشياء فأنت حينما تقرأ القرآن ولم تفهم القرآن بعد لا شك أن هذا الإحساس سيتصرب إلى نفسك تقول هنا جاءت في قصة موسى كذا وفي صورة أخرى جاء الصياق كذا وهناك كلمات متكررة يعني نفس الكلمة بنفس حروفها بنفس مبنيها هل هناك اختلاف في المعنى هل هناك إضافة في المعنى كانت هذه التساؤلات تدور داخلي فترة من الفترات ثم بعد ذلك لما بدأنا يعني نطلب العلم ونفهم شيء من القرآن ونسأل المتخصصين من أهل العلم ونبحث في هذه المسائل وجدت أن المسألة من الأهمية بما كان نعم وكان الوقت أيضا تحديدا من حوالي ممكن 13-15 سنة ن شاء الله 2010 تقريبا نعم وكنت في تلك الفترة مقيما بدولة الإمارات وكنت يعني دائما التواجد في قناة الشارقة الفضائية نعم فكان هناك برنامج مشهور جدا جدا بل أنا كنت بعتبره ومعظم المشاهدين كانوا بعتبره برنامج رقم واحد في قناة الشارقة الفضائية برنامج اسمه لمسات بيانية لمسات بيانية من تقديم أخونا الإعلام المعروف ربنا يبرك في عمره دكتور محمد خالد ن شاء الله وكان يستضيف العلام اللغة والكبير لدكتور فاضل السمرائي نعم الإعراقي المعروف نعم وهذا البرنامج استمر لسنوات يعني له حلقات أتوقع الله أعلم حلقته كثيرة تتخطى ن شاء الله يعني مئة حلقة وتزيد ربما تزيد يعني وكنت من المتابعين لهذا البرنامج لكن جد فترة من الفترات كان الدكتور فاضل ربنا يحفظه طبعا يعني معلومات أنه لسه الحمد لله عايش هو رجل تسعيني أصلاً يبارك في عمره الله محمد وفي علمه سافر إلى بلده في تلك الفترة ولم يستطع العودة لاعتبارات صحية أو غير صحية لا أذكر يعني الرجل لم يستطع العودة تلك الفترة فتوقف البرنامج فكلمني الأخي الدكتور محمد قد تربطه بي علاقة طيبة وقال لي يعني عايزيني كامل في البرنامج فأنا قلت له طيب هذا البرنامج بصراحة ثقيل عليه قال ليه احنا بنحضر لكم نسمعك وانت معانا والبرامج وكذا ليه ثقيل يا وكان مصمم جداً قلت له لا هذا برنامج يحتاج إلى تخصص لما سات بيانية يحتاج إلى تخصص كان الدكتور فاضل بيجلس يا دكتور أحمد وبيشرح الأسئلة بتطرح عليه حتى على المباشر وبيرد الرجل عنده يعني عنده محصلة لغوية ونحوية والله ونحسبك كذلك في الدكتور الله فإنه قلت له لا خلينا رحم الله ومرأة أنا عرف قدر نفسي خلينا فلما صمم وليقيت الإدارة أيضاً بتكلمني وشيخ وكذا وإحنا قلت لهم طيب كانت تقريباً الله أعلى ما هم بيبحاثوا في الفترة دي لأنه كان استضاف واحد واثنين من دكتورة الجامعة لأنه كانوا تقريباً كانوا بيبحاثهم عن ليس متخصصاً أو دكتور في الجامعة فقط خصوصاً أكاديمياً بقدر ما كانت خصص علمي ومعرفي وعايزين ربما عايزين وجه يعني معروف للناس أيامها على الشاشة وكذا فقلت طيب يلا تتوكل على الله فهنا قال لي طيب خلاص نبدأ قلت له لا لن أبدأ هذا البرنامج بطريقة الدكتور الفاضل لأنه أنا مش أده بصراحة نعم بعدين يعني نفضل نقول لناس لا أدري ما ينفعش نعم نعم بنحفظك فقال لي طيب اختار انت الموضوع نعم وكانت الفكرة داخلي ومن هنا يعني سبحان الله من هنا تجمعت داخلي هذه الفكرة فكرة ان احنا نتكلم في موضوع معين اللي هو أسرار التكرار في القرآن نعم وهو موضوع أيضاً يلامس قضية اللمسات البيانية نعم يعني يتفق معها مش بعد عنها يعني نعم فوافق الدكتور محمد نزلخير وقال لي خلاص شوف انت جهز وحضر وانا معك نعم ما فيش أي مشكلة يعني نتكلم في موضوع معين نعم لكن الاتصالات اللي هتيجي انت بقى ورزقك طوله ماشي والحمد لله يعني استمرنا فترة والحمد لله كانت حلقات موفقة نعم لحد ما رجع الدكتور فاضل واستلم برنامجه مرة أخرى أصلاً يحفظها اللهم امين فدي كانت القصة نعم قلت برضو عايز أعرج على نقطة مهمة خاصة بدكتور فاضل نفسي نعم يعني ان لحظت أو لمست ان بعض الناس على وسائل التواصل بدأوا يشككوا في علم الرجل وهذا كلام خطير جداً أنا رأيت فعلاً كثير من الكتابات حولهم فترة أخير هما هما بيستندوا لأي دكتور أحمد نعم بيستندوا لماضي الرجل آه رجل فترة من الفترات ودي فترة مر بهاك بعض الناس مش الدكتور فاضل اللي هو واحده يعني خاصة الناس اللي هما يعني تبحروا جداً في علمه معين آه وربما بدون يعني مثلاً تأصيل معين في البداية أو شيء فاللي حصل عن دكتور فاضل حصل عند غيره قبل كيسمعنا الدكتور مصطفى محمود وغيره من الناس خاصة اللي هما بيبحثوا في الكونيات بالذات والكلام ده فبتحصل عندهم حالة فترة من الفترات حالة كده غريبة النح آه هو الرجل نفسه بيعترف وكتب هذا عن نفسه وقال أنا فعلاً ابتليت فترة من فترات شبابي ودخل في قضية الإلحاد فترة من الفترات فالرجل خلاص وصل للمرحلة دي في تلك الفترة لكن هو نفسه اللي حكى عن نفسه سرعان ما رجع مرة أخرى سرعان ما رجع مرة أخرى وقال كنت أبحث في تلك الفترة في غرائب المخلوقات سبحان الله فلما شاف غرائب المخلوقات يقول يعني من ضمن الكلام اللي أنا أذكره يعني يقول كلام عجيب جداً وهذا الكلام نحن نستدل بهذا الكلام حتى في الرد على آه أبنائنا وبناتنا اللي خاضوا في هذا الباب أو راحوا شوية في قصة الإلحاد هذه البئيسة هذه الرجل يقول كنت أبحث في غرائب المخلوقات فمرة من مرته بيقرأ قرأ عن نوع من أنواع البعوض يقال النوع ده الأنثى الأنثى البعوض هذه إذا أرادت قضية التكاثر يعني تشوف فكانت تروح تعمل إيه كانت تضغط ضغط معين على جسمها تضغط على جسمها ضغط معين حينما تخرج منها اليرقات اللي هو البيت بتاعها الصغير ده كانت تضغط ضغط هذا الضغط فيخرج منها شيء على هيئة الزوارق عامل زي المراكب الزغارة كده حاجة عجيبة سبحان الله فتركب عليها أو هي تركب عليها البيض اللي هي اليرقات اللي طلعت منها هذه وبعدين هي نفسها تتفحة كده في بركة مية في عين مية ماشية بتجري في نهر صغير أي شيء يعني هي بتكون عايشة في هذا المكان فتدفع هذه الزوارق بهذه اليرقات نعم فهو يقول هو بيتابع القراءة عن المخلوق ده فيجد ان اليرقات دي لما بدأت تكبر أو بدأت يعني تعتمد عن نفسها هي خلاص بدون أم الآن يقول لك الأم دي بعد ما تعمل العملية دي بتموت لأنها ضغط على جسمها ضغط معين ده بيسبب لوفاتها نعم فأصبح صغرها دول اليرقات اللي طلعت منها دي بدون أم فيقول لك كل ما تكبر واحدة منهم تبدأ تعمل نفس العملية تاني قال فتفكرت في نفسه وقلت من الذي علمها في غياب أمها بدأ يفكر نعم قال وقرأت عن بعض من الباحثين جابوا تلاتين دجاجة وقابوا معهم طائر مائي نعم خلالت بالك فالتلاتين دجاجة اللي موجودين دول لما لما التلاتين بيضة يعني لما فقصوا وطلع منهم الدجاج والبيضة بتاعت الطائر المائي لما فقصت وطلع منها طائر مائي صغير قال فوجدت أن الدجاج الصغير ده كله طلع يقرأ على فين على الأرض الزراعية اللي هو فيها نعم إلا الطائر المائي طلع يقرأ على الساقية سبحان الله أو قفص في الماء يغتص ويطلع يغتص ويطلع قال فقلت في نفسي من الذي علم هؤلاء في غياب أمهم هذه الأمور لا شك أنه الله ورجع مرة أخرى وكانت اطلاعاته وقراءاته في غرائب المخلوقات كانت سببا في عودته لتنهل الأمة من علمه الغزير جدا جدا خاصة في هذا الباب نعم باب علوم القرآن واللمسات البيانية واللغة العربية راجل قوي جدا 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 وظل طول الحياتي على ذلك يخدم القرآن إلى هذه اللحظة نعم ظنه كذلك الرجل يعني نحسبه على خير وذلك أنا بطمن أبنائنا اللي بيطلعوا خاصة الأمور المتعلقة بالقرآن وعلوم القرآن وعلوم اللغة يعني ما في داعي أبدا أبدا للتشكيك في الرجل أو في علم الرجل لك هات مرحلة وانقضت ورحلة وانتهت نعم وزي ما ذكرت فضلتك مروا بها عدد كبير من العلماء كالدكتور مصطفى محمود وغيره وغيره نعم صحيح الله يبرك لك فدي كانت يعني القصة قصة أسرار التكرار في القرآن نعم الموضوع بينقسم هنا لشقين يعني أسرار وتكرار فهل القرآن فيه أسرار شوف أخي الحبيب فيه فرق كبير جدا جدا نعم بين أسرار وألغاز آه يعني بعض الناس أصلا بياخد كلمة أسرار آه هيقول له حاجة زي أسرار يعني قرآن مخوش ألغاز قرآن كلام ربنا وكلام واضح صحيح اللي احنا ما احنا عارفين القرآن ليس فيه ألغاز أبدا نعم وإنما فيه أسرار في الصور فيه أسرار في بعض الآيات ممكن الأسرار دي تعتبر فضائل من فضائل القرآن كما قال بعض الأئمة والعلماء فيه نصوص وردت في سياق معين فيه اجتهدات اجتهد فيها بعض المفسرين والأئمة القدامى والمعاصرين خاصة الذين يعني يتذوقون اللغة هم أهل لغة يعني أهل علم غزير جدا في اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عز وجل وهو كلام ربنا تبارك وتعالى لكن أنا أخذ على مين أخذ على اللي هو كتب أو قال أو كذا في القرآن من أسرار بمبالغات يعني فيه ناس بتبالغ مبالغات لا سند لها لا تجد لها سند في القرآن ولا سند في السنة ولا سند في وجه من وجه اللغة العربية وللأسف بتكون سبب دكتورنا الحبيب في شكوك البعض أنه بيبدأ يطور المسائل لا سيما في من يتحدثون في مسألة الإعجاز العلمي فيربط كل شيء بالإعجاز بلا دليل كما ذكرت فضلتك فيصل لمرحلة بيستغل لها الملحدة بيجيبوا كلامهم فعلا بيستغلون والقصو بيستغلون وتسمحهم حتى في قنواتهم النصارى والرافضة والملاحدة وغيرهم بيمسكوا بعض آيات وقول لك شوف امسك شوف الآية بتقول ايه وهكذا عن رغم القرآن كلام ربنا عز وجل واضح جدا 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 نعم لكنا زمان لم يجو واحد يقول لك لا تحدث الناس باللغة العربية الفصحى لأنهم لا يفهمونها فكنت يعني نرد ونرد الناس وقول لك من قال هذا اللغة العربية مفهومة جدا والدليل ان حتى عمت الناس لما بيقرأ القرآن بيفهم القرآن حتى لو اشكل عليه بعض كلمات أو بعض معاني ممكن يسأل ويعرفها لكن هو في الحقيقة هو بيفهم القرآن حتى اجمالا بيفهم ماذا اراد الله ان يقول له الناس بتجلس امام نشرات الاخبار واهم الانباء باللغة العربية وبيفهموها سبحان الله القدير فهذا كلام ربنا تبارك وتعالى ومعلق كرس القدم اغلامهم باللغة عميل فصلا والناس بتفهمها كان عفوا ان تذكرت دكتورنا حفيم اخونا الشيخ محمد الخزرجي ما عرفش بتطلتك تعليف اولا من دعاة الازهر المحترمين ولا يتحدث الا بالعربية الفصحة نعم فقلت له قلت له حظيمة تتكلم عمية شوية فقال لي والله انا لازه يدفعاني لزاكهة الغيرة على اللغة العربية ان رأيت البعض يقول لن يفهمك الناس الا اذا تكلمت بالعمية فقلت لا هتكلم بالفصحة وسيفهمني الناس وما شاء الله بيحقق على تيك توك وعلى المنصات ملايين المشاهدات بالفصحة نعم وبعدين اخلي بالك التحدث بالفصحة اولا يريح الشخص نفسه المتحدث نعم ويريح المستمعين صحيح بعدين يا اخي اللغات العامية واللهجات المحلية على عين وعلى الرأس ولكنها حتى مختلفة نعم ده هي مختلفة في الدولة الوحيدة بالقرية والقرية ومحفظة ومحاولة فقلت الدكتور الرسيد مختلفة عن الصحيط وظلم عن القرية ما بلك الدول الاخرى اي نعم يعني حينما يتصل علي حد من الاخواننا مثلا من اي دولة عربية مثلا ويشكل علي فهم بعض الالفاظ العامية لو بيحكيها انا اقول له اتحدث بالفصحة نعم فاذا تحدث بالفصحة فهمته وحدثته ففهمني وهكذا يعني وبعد المصالحات تعمل اشكاليات حتى على هواء مباشرة والله كنا نقع في ورطات بسبب الاختلاف صحيح المفهوم للهجات المحلية نعم فان كان المقصود بكلمة اصرار الصور او اصرار الايات من القرآن بلاغة القرآن اوجه الاعجاز الحقيقي اللي هو الدليل يعني اللي موجود في القرآن فان ذلك كثير جدا في كلام ربنا وفي كتاب ربنا عز وجل يعني لا يستطيع احد من الناس ان يحصره او ان يحصيه فلا يعلمه الا الله تبارك وتعالى هكذا يعني بعض العلماء قالوا مثلا على سبيل المثال لا الحصر يعني قالوا استفتح الله عز وجل اربع عشرة سورة بالثناء عليه سبحانه وتعالى في القرآن نعم قالوا نصفها افتتح باثبات صفات الكمال لله وحده سبحانه وتعالى ونصفها الاخر افتتح بسلب صفات النقص وتنزيه الله عنها سبحان الله شوف النهاردة يجي يقولك بعض الناس بقى اللي هو حضرك بيعتمدوا قضية الاعجاز بقى العدد ومش عارف ايه الكلام ده يقولك بس امسك شوف اهي اربعة عشر صورة نصفها سبعة كذا وسبعة كذا وليه سبعة عشان سبعة مش عارف السموات السبع والاراضيين السبع عشان سبعة ايام الاسبوع ايه صح صح ويفضل يوق يوقف اماكن يا اخي الفاضل نعم يعني يعني الامور لا تحتاج إلى مثل هذه المبالغات صحيح وعلمه لا ينفع وجهه لا يضر يعني بالضبط هكذا فانت تشوف الأمور هذه كثيرة جدا الناس بتلجأ إليها نعم ولذلك اقول دائما ان القضية قضية لغة وجوه لغة لا يفهمها ولا يفطنوا إليها إلا المتخصصين من أهل اللغة وهؤلاء أما عمت الناس أمثالي وامثال غيري فنحن نعمل ايه نحن نحاول قدر استطاعة أن نفهم وما نقرأ ونتدبر وما نقرأ في كلام ربنا تبارك وتعالى عشان هي قضية التدبر تختلف عن قضية التفسير يعني ليس كله متدبر للقرآن مفسر نعم صحيح هكذا يعني فهي القضية التدبر تختلف عن قضية التفسير التفسير له أصوله له قواعده له له وهكذا فنحن دائما نتذكر هذا ونحن مع القرآن القرآن في أسرار في أسرار لكن هل هي أسرار مخفية يعني أسرار الله عز وجل أخفاه عن خلقه لا طبعا ولكن فتح فيها الباب لأهل الاجتهاد لأن يجتهدوا فيستنبطوها ويستخرجوها لينتفعوا بها وتنتفع الأمة وينتفع الناس نعم جميل جدا إذن هنا يوجد أسرار في القرآن لكن كما ذكرت فضلتك هذا من جهة البلاغة والفصاحة وما تحدى الله عز وجل به أرباب الفصاحة والبيان قديمة من العرب نعم لكن ليست الغاز كما يفهموا البعض نعم نعم دكتورنا الحبيب قضية التكرار بقى حالك قلت أسرار التكرار في القرآن وإحنا شفنا بعض المجرمين الذين يتطولون على القرآن الكريم بيقولك لا فيه تكرار في القرآن فيه صور فيه آيات كتير جدا جدا هي نفس الكلمات تشابهت أو تم ذكرها مرة أخرى في صور أخرى فلو كان كده لماذا لا يختصر القرآن وهذا طبعا يعزب الله هذا شرك برب العالمين سبحانه وتعالى لكن هل يوجد بالقرآن تكرر؟ شف الذين يدعون هذه الإدعاءات الفارغة نعم والمزاعم الكاذبة إن نمت فإنما تنموا عن جهل خطير جدا وعظل جدا ارتبط بهؤلاء المتحدثين في مثل هذا الكلام يقول لها خلينا نختصر القرآن بدل 114 صورة خلوم 50 ليه يا جماعة قال لك أصل فيه تكرار نعم فنجمع الآيات والكلمات المكررة هذه ونختصرها يعني هؤلاء لو عندهم ذرة من فهم للغة العرب واستنباط هذه المعاني من لغة العرب ما قالوا مثل هذه الكلمات لأن الباحثين في كتاب ربنا تبارك وتعالى والفاهمين لهذه الكلمات ومعانيها والآيات ومعانيها تحققوا تحققا وظاهرا جدا أنه ما في كلمة في القرآن مكررة نعم حتى وإن كرت كمبنى يعني كحروف هذه من ثلاث هذه مثلا حرف وهذا حرف وهذا حرف كلمة مكررة مثلا كلمة دين مثلا كرت في القرآن كم مرة كلمة مثلا أي كلمة في القرآن نعم كرة هتلاقيها مكررة كثير جدا في آيات ربنا تبارك وتعالى لكن هل معنى هذا أنها مكررة بمعنى التكرار يعني معنى الحكاية اللي ما لها لازمة أو لا أو ليس لها معنى لا كل كلمة في القرآن كل حرف في القرآن يؤدي إلى إلى معنى إلى معنى نعم يؤدي إلى فائدة يؤدي إلى حكمة يؤدي إلى هذه الأمور لكن يقول لك أصلها كلمات مكررة هذا الكلام وحتى بعضهم يقول لك إيه يقول لك إخوة لا تقول ليه هذا إعجاز لا يفهمه إلا من يتقن اللغة العربية يعني بعضهم الآن يرد عليه يقول لي شيخ تعيس تقول إن إن فيه كلمات أو آيات في القرآن لا يفهمها إلا من يتقن اللغة العربية طب وكيف إن ربنا ينزل القرآن حتى على عامة الناس اللي مش هيفهموه فكيف تقولها أنا لم أقول هذا ولم أقول أن القرآن لا يفهمه إلا إلا أصحاب اللغة أو أصحاب البيانة أو أصحاب البلاغة وقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكر هكذا فليست الإشكالية لمن يعتقد هذا هذا هو حر في جهلي حر في فكري يقول ما يقول أو أنه ضعيف في اللغة لا يفهم لغة القرآن في الأصل وهذا موجود أيضا يعني من بعض هؤلاء الناس لأن موضوع إتقان لغة القرآن أخي الكريم دكتور أحمد وفهم القرآن وتدبر القرآن هذا أمر بالدهي أمر طبيعي أمر طلقائي ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كما شاهد في سورة الشعراء من هو الأعجمي الأعجمي هو الذي لا يفصح ولا يحسن العربي لا يستطيع أن يقرأ العربية بطلاقة ما يعرفش إما تسألوا أي سؤال تكلموا يكلمك بلغته بلغته قومة لكن ما عنده استعدادة تكلم بلغة العربية أقول حتى وإن كان عربيا في النسب سبحان الله حتى وإن كان عربيا في النسب واحد هو عربي مولود مثلا عندنا وتربى هو صغير شوي بعدين سافر لأمريكا ولأوروبا وعاش هناك ولا يعرفنا العربية شيئا لما تكلموا تكلمك إنجليزي يكلمك فرنسي يكلمك أي لغة نعم من اللغات ما عنده استطاع أن يتحدث العربي هل هذا نقول عنه إنه يعني عربي لا حتى وإن كان في النسب عربي صحيح صحيح عربية لكنه لا يستطيع التحدث نعم هذا أيضا ذكرني بقصة لطيفة نعم إن أذنت لي فضل عشر كانت يعني يقال إن كان في رجل من أرض فارس نعم لكنه كان يجيد اللغة العربية يتحدث بالفصحة أحسن من كتير من العرب اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت والعرب يسألونه من أي قبائل العربي أنت فالرجل يعني يضحك ويقول أنا فارسي لكني أجيد اللغة العربية أكثر من العرب ن شاء الله خلاص ففي يوم الأيام قالوا له طيب حتى أننا نتأكد أنه أنت فعلا فعلا يعني لا تقارن بغيرك في اللغة العربية اذهب إلى فلان ابن فلان ودرجه من الأعراب كان معروف عندهم جدا كان فصيحا بدرجة خطيرة ن شاء الله قالوا اذهب إلي فإن أقرك يعني إن استطعت أنك تتكلم معه وتسمع منه وترد عليه فخلاص نحن سنقر لك ونعترف لك أنك أفضل مننا كلنا في اللغة العربية ن شاء الله فذهب إليه في بيته وكان الرجل غائبا عن داره نعم فطرق الباب وردت ابنة الرجل ابنة الأعراب صغيرة يعني لكن تربيت أبيها يعني نعم فردت عليه قال أين أبوك قالت قولتها المشهورة أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفي أفا ن شاء الله ن شاء الله خلاص فهي الرجل بدأ يقول لها إلى أين ذهب نعم فتقول له أبي ذهب إلى الفيا قولي ثاني بها ما حتى قلني تركب هو رجاح وهي تحكي له مرة تانية فأمها بتقول لها من بالباب يا ابنتي قالت البنت نفسها نعم قالت أعجمي على الباب يا أمي ن شاء الله يعني يعني هو مش فاهم رصد رصد في الامتعان حتى على يد البنت رصدت أنه أعجمي نعم فكيف بأبيها يعني كيف إذا لقي أباها هيعمل إيه خذت بالله حضرتك فهي كانت بالنسبة لما إقاضية اللغة العربية إذن هنا القرآن نعم سرح بهذا يعني معنى الآية هنا لو نزلناه على رجل ليس بعربي البيان فقرأه عليهم بلغته وليس بلغة العرب لغة القرآن ما كانوا به مؤمنين صح أو لا نعم ولذلك أرسل فيهم من أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وما من رسول إلا وأرسل بلسان قوم كما جاء في صورته وهو سيد البلغاء عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إذن هنا يعني دكتورنا الحبيب في الحديث عن أسرار التكراف القرآن يبدو أن هناك رسائل كثيرة جدا كان فضل دكتور سيد يريد أن يبث بها أو يحمس بها في أذن كل مشاهد ما هي الرسائل التي كنت تستهدف إيصالها من خلالها سبل نمك هو طبعا كانت الرسالة الأولى حتى أكون صريحا وذلك البرنامج هذا كان صعبا جدا ليس سهلا صحيح تحضيره ليس سهلا نعم فعلا يعني حتى لوحد كنت ساعت عشان كنت منصور عدة حلقات وراء بعضها نعم خاتب لك حتى بعض الناس قالوا أنت كنت يعني إيه بتحاول يعني تأصل للآية أو للكلمة وأحيانا بتستعين بأوراق أنت كاتبها أقول نعم الموضوع صعب نعم الموضوع صعب بتصور عشر حلقات وراء بعض ولا حاجة فأنت ممكن السلوك تدخل تبا مشكلة صحيح هل تأخذت بالك نعم وأصلا أن يعفوا عني وعن إخواني جميع أمين فأنا أردت بذلك وصل الرسالة أولا لإخواتي وابنائنا من طلبة العلم نعم لأنكم تهتموا بالقرآن القرآن اهتمام طلبة العلم به لابد أن ينأ منء آخر يعني مش بس إنك بتطلع تاخد الآية تفسرها من نحل وعظية نعم وخلاص وانتهى الأمر لا لابد أن تتدبر القرآن تدبرا ملموسا حتى في حياتك في فكرك في طرحك نعم ثم بعد ذلك تمسك تمسك القواعد المعروفة عشان تقدر أن أنت توصل المسائل هذه للناس فكانت الرسالة الأولى لطلبة العلم أنكم اشتغلوا شوية على القرآن بالذات نعم القرآن بالذات في هذا التوقيت بالذات يعني ليه؟ لأن إحنا ظلينا دكتور أحمد سنوات طويلة جدا 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 في عمر هذه الأمة تراجم القرآن حتى كان اللي بيكتبها غربيين سبحان الله يعني غربيون وأوروبيون هم اللي كانوا بيكتبوا تراجم القرآن ده كانت مشكلة مشكلة كبيرة جدا حتى إني أذكر أن أول من ترجم القرآن كان رجل يدعى مراتشي كان بريطاني الجنسي والرجل ده عكف على ترجمة القرآن أربعين سنة سبحان الله نعم انتظمه الإنجليزية آه وطبعا دس فيه ما أراد أن يدسه نعم يعني السم في العسل في الترجمة هذه نعم ولم يستحي أن يصرح في مقدمة ترجمته يومها أن كتب أن أي ترجمة كل ترجمة تقدح في القرآن أو تشكك في هذه الرسالة لا بأس بها هو الرجل العيز هو صرح بهذا نعم وعراء من ذلك إحنا عشان كنا مفلسين أيامها ما عندنا ترجم لكتاب ربنا تم استخدام تم استخدام ترجمة وهو ترجم كثرة جدا أكثر من 600 ترجمة نعم في ذلك التوقيت يعني والمعرفين بالمستشرقين وغيرهم والناس دي كلها اشتغلوا في هذا الباب يعني فإحنا جينا متأخرين جينا متأخرين كعادتنا ولذلك كتاب الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى لكن نحن نحتاج دائما أن نكون أدوات في هذا الحفظ نعم يعني أدوات الله تبارك وتعالى جعلنا أسبابا صحيح لهذا الحفظ فكانت الرسالة مش للمستمعين من إخواننا اللي هم مش متخصصين فقط لا لي ولأمثالي حتى من طلبة العلم أن نهتم بكتاب الله تبارك وتعالى جل وعلا وكنت عايزة أوضح أقول يا أخواننا المسألة هي صعبة في الاطلاع والتحصيل والتحضير والكلام ذا لكن في النهاية ولقد يسرنا القرآن نعم أتجد الأمر ميسر لا أتجد حواديت تقص كما يظن البعض في القرآن قرآن مش حواديت ولا ألغاز يعني يصعب فهمها على الناس القرآن ما فيهوش ألغاز وحكذا فدي كانت الرسالة اللي كنت حابب أن أرسلها من خلال هذا هذا البرنامج وتمنيت في نفسي قلت يعني أسأل الله عز جل أن يعني يبرك في عمر الواحد لحد ما يخلص هذا الكتاب إن شاء الله اللي هو أصر التكراف القرآن كان كتبت كتب في هذا يقوى بهذا العنوان أيضا لكن كنت حابب يعني يحصل شيء من التوسع شوية التفصيل شوية كتب كان فيه شيء من الاختصار شوية صحيح والله إحنا أيضا في حاجة ماسة في البقيقة يعني أمتنا تحتاج إلى عودة جادة للقرآن طبعا فضلتك علمتنا وعلى مأنا الكرام جميعا الله يحفظكم قضية أن عزة هذه الأمة لم تكتسبها إلا من العودة للقرآن والسنة يعني أنا بستغرب جدا أن أخواتنا في قطاع غزة رغم المعاناة الشديدة التي يعانوها خلال كل هذه الفترة الماضية ومن كم يوم رأيت حفلا للخريجين الذين تقرر 500 حافظ للقرآن رغم الحصار الشديد جدا جدا والدكتور السيد بشبيش ما شاء الله في عطائه وفي دعمه لأهل القرآن جزاك الله خيرا أسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا يبارك في عمرك وفي وقتك وأن يجعل هذه الخدمة لتقوم به للقرآن في ميزان حسنات اللهم أمين يا أخو اللهم أمين التكرار في القرآن يا دكتور يبدو كما فهمت من كلام فاضلتك أنه من نظاهر الإعجاز إذن من نظاهر الإعجاز في القرآن الكريم محتاجين بعض الأمثلة التوضحية التي تقرب هذا المعنى للناس يعني مثلا من ضمن الأمثلة آية من الآيات القرآن تحدثنا وتحدثنا كثير عنها في شهر رمضان مثلا شهر رمضان الذي أتى وانقضى وما حسن به كالعادة فربنا تبرك وتعالى سمه أياما معدودات نعم بصيغة جمع المؤنث السالم قال أهل العلم أهل اللغة إذا جاءت الكلمة بصيغة جمع المؤنث السالم فهذا دلالة على القلة وفعلا أيامه كانت قليلة جدا وتمر سريعة جدا عكس لما نسمع قول الله تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة سبحان الله معدودة بصيغة جمع التكسير هنا قالوا وهذا دلالة على الكثرة وليس كما يفهم رغم أنها هنا أيام معدودة معدودة لكنها دلالة على الكثرة وليس كما يفهم قرأ القرآن للوهلة الأولى دون أن يتماعن هذه المعاني فيقول لك الله ما هنا معدودات وما معدودة الفرق بينهم لا في فرق هنا لما يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاو ثم يأتي ربنا عز جل في سورة النحل فيقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم في الآية الأولى في البقرة قال ختمة وفي الثانية قال طبعة فبعض الناس يقول لك الله طب إيه الفرق ما اللي تنين نفس المعنى لا ليس ما الفرق هنا الختم غير الطبع والعلماء قالوا هناك فرق واضح جدا بين الختم والطبع فالطبع هو يعني شيء بيثبت في المطبوع شيء يثبت يعني يقول لك يقول لك طبعة درها مطبعة نعم خلاص يقول لك فلان طبع على كذا من الطبع حتى كان زمان يقول لك الطبع يغلب التطبع صحيح هو مطبوع عليه خلاص انتهى ثبت عليه صعب جدا جدا أن يزال عنه بخلاف الختم بخلاف الختم يقول لك الختم الذي ختم على قلبه ترجى توبته سبحان الله نعم الذي ختم على قلبه ترجى أما الذي طبع على قلبه في الغالب فقد منه الأمل سبحان الله إلا أن يشاء الله عز وجل ولذلك لو تلاحظ أخي الكريم تجد تكرار لفظة على يعني هنا الطبع هي الأصعب الأصعب شهده جدا جدا يعني نصر الله السلام اللهم أمين فيقول لك يقول لك تكرار كلمة على يقول لك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم قالوا ليه قال لك لأن الختم يمكن أن يكون على جارحة دون الأخرى آه يعني هنا السؤال لماذا لم يقل على سمعهم وأبصارهم مثلا زي ما حصل في الطبع في الطبع يكون على الجميع سبحان الله على الجميع سبحان الله مش القلب بس دا القلب والسمع والبصر والجوارح كلها دا الطبع لما الختم قد يكون على العضو واحد العضو واحد اتنين تلاتة ختم لك ولذلك قال وعلى 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 وكررها في الآية سبحان الله يجي مثلا مثلا في سورة الفاتح آيات بتكرر كل يوم فنقول إياك نعبد وإياك إياك نستعين طب لماذا لم يقول إياك نعبد ونستعين ونستعين قال بعض أهل علم قالوا حتى لا يتوهم يعني يتوهم السامع أو القارئ نفسه إياك نعبد وغيرك نستعين سبحان الله ولذلك جاءت إياك الثانية تأكيد أن الاستعانة بالله أيضا سبحانه وتعالى اللي هو بيسموا التوكيد اللفظي تأكيد هنا لفظي ومعنوي كمان يعني ورغم هذا التأكيد يا دكتور الشديد في القرآن هناك من يستعين بغير الله سبحانه وتعالى فيستعين بالشيطان أو بالجن أو بالسحر أو بالأموات أو بالصالحين نعم صلى الله عليه وسلم فهذه مشكلة المشاكل وهؤلاء أنا يمكن كررت وأكرر مرة أخرى هؤلاء فضحتهم الكورونا صحيح يعني الناس اللي بيروح يستعينوا بالأضرحة والكلام ده أيام الكورونا راحوا أغلقوها طب تغلقوها ليه جماعة بتستعينوا بمين دلوقتي أنت مش بتقولوا أنها تنفع وتضروا بتقولوا أنها ما حد يستطيع مسها وأن الميت في قبر هذا يستطيع أنه يعني يخلق الكل من جديد وأنه قط بالزمن والمكان وكلام الكبيرين بتحكوه ده طب لماذا أغلقتموها إذن فضحتهم كما جاء في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة فقالوا إياك نعبدو قالوا حتى هذا اسلوب يسميه أهل اللغة وأهل البلاغة اسلوب لالتفات اسلوب لالتفات يعني يلفتك من الغيبة للحضور من الغيبة للحضور هكذا وإلا لقال إياه نعبدو وإياه نستعمش كان قبلها بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمة مالك يوم الدين فكان يقول إياه نعبدو وإياه نستعمش هي القضية هكذا ولذلك بعض الناس ممكن أحياناً هو بيقرأها يقول لك إياك نعم بتخفيف الياء إياك هذا مصيبة لأن إياك دي معناها خطير جداً جداً قالوا معناها الإيا قالوا هي ضياء الشمس فكأنك تقر ساعتها حتى ولو باللسانك بتعبد الشمس أو بتعبد ضياء الشمس فلابد من تجديد الياء هنا لابد أن يقول إياك نعبدو حتى زمان كان أبو عثمان المازين عليه رحمة الله كان يقول لبعض طلابه عليك بالنحو فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه سبحان الله حرف واحد قالوا هذا في كتبهم قال الله عز وجل لعيسى إني ولدتك فقرؤوها ولدتك سبحان الله فنسبوا لله الولد شفت شف الفرق هنا فكفروا بهذا التعديل وهذا التغيير غير المناسب بالمرأة فدي بعض النمازك هناك مثلا لو قلنا لسه في وقت أدعنا فضل الثور نعم لو قلنا مثلا في صورة آل عمران مثلا في قول الله تبارك وتعالى الآية 15 خالدين فيها حينما تحدث عن الجنة قال خالدين فيها في مواضع أخرى في القرآن تجد خالدين فيها أبدا نعم نعم فاللي بيقرأ هو مش فهم النقطة يقول لك الله ليه التكرار هنا ما هي جات هنا ثمان مرات في القرآن يأتي الكلام عن الجنة خالدين فيها أبدا وألا تعني ألا تكفي خالدين فيها بدون ذكر أبدا بدون أبدا خالدين فيها خلود خلود بلا موت خلود بلا موت وجاء ذكر خالدين نفاه أبدا عن النار في القرآن ثلاث مرات ثمانية مرات عن الجنة وثلاث مرات عن إيه نعم عن النار هكذا قالوا ذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه الله أكبر ولأن عفو الله تبارك وتعالى سبق عقابه نعم سبحان الله عز وجل وقالوا أن في قاعدة في القرآن يا دكتور أحمد سواء في أهل الجنة أم في أهل النار لابد من يعني الوقوف عليه نعم قالوا إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء ثواب عقاب لكن مفصل نعم الكلام عنه مفصل بقى وذكر الجنات بأوصفها أو ذكر النر بأوصفها أو الكلام ده اللي هو الوصف التفصيلي يعني قالوا إذا كان المقام مقام تفصيل للجزاء أو للثواب والعقاب تأتي كلمة أبدا نعم وإذا كان المقام مقام إيجاز خلاص يعني اختصار إيجاز ليس الوصف التفصيلي كما يقال فيكتفى هنا بخالدين خالدين فيها قالوا مثلا في البيين قال الله عز وجل جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه إلى آخر الآيات يقف نفس الصورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها نعم بدون أبدا صحيح قالوا إن في آية الثواب اللي هي الآية الأخيرة كانت فيها شيء من التفصيل نعم تفصيل عن وضع أهل الجنة ووضع هؤلاء يعني تفصيل وكيف رضي الله عنه ومرضوا عنه ذلك لما إلى آخر الآيات نعم فقالوا أما في الآية اللي سبقتها الآية 6 اللي هي آية الذين كفروا قالوا لا كان فيها إجاز ولذلك اكتفيا بالذكر خالدين فيها ولم يأتي ذكر أبدا فأنت لما تقرأ هذا الكلام وأهل اللغة يشرحوه ويفصروه فإنت ساعتها تقول لا فعلا ليس هناك تكرار لما يأتي ربنا تعالى فيقول شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو نعم ذكره مرة أخرى ما هيكت لسه شاهد الله بعدين لا إله إلا هو مرة تانية قالوا ليه كده يعني قالوا لأن الشهادة الأولى لأن الأول جرى مجرى الشهادة هذه الشهادة شاهد الله أنه لا إله وأقر على هذه الشهادة واعترف بها الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد طيب قالوا وأعاد الشهادة مرة أخرى ليجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شاهد به الشهود سبحان الله الله أكبر شوف تأكيد على المعنى الأول إن هؤلاء الشهود شاهدوا على إيه هو الأول شاهد الله إنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا تأكيد المعنى مرة تانية تأكيد على وحدانية الله تبارك وتعالى جل وعلا هكذا لم يأتي مثلا في ذكر قصد زكريا عليه السلام ومريم أيضا عليه السلام فقدم زكريا في كلامه كما جاء في صورة آل عمران في الأول قدم موانع الذرية لماذا لم يرزق أو يوهب الذرية زكريا عليه السلام فقدم الموانع من جهته على الموانع التي جاءت من جهة زوجته في الأول لما قال وقد بلغني الكبر وبعدين قالوا امرأتي امرأتي عقل امرأتي عقل قابها فيه هو الأول ايه نعم في صورة في صورة مريم لا قدم الموانع من جهة زوجته الأول نعم على الموانع التي جاءت من جهته هو ثانيا فقال كما في صورة مريم طبعا المسألة ايه اختلفت هنا طب ليه العلماء قالوا كلام في الأولى ناسب أمر الله تبارك وتعالى لزكريا نفسه نعم بالذكر والتسبيح وقال وسبح بالعشيوة والإبكار والإبكار فكأن الكبر اللي هو طرأ عليه أو اللي هو يعني عانى منه كأنه يسير وراءه حتى بلغه ايه بلغه ما بلغ من الكلام هنا سبحان الله ثم يأتي في مريم فيذكر الموانع عن زوجته هو قبل الموانع عن نفسه هو فقالوا ناسب أمره هو لغيره هو اللي في صورة مريم هو لأمر غيره أن سبحه بكرة وعشين إنما في آل عمران جاءه الأمر له هو من الله قال الله عز وجل وسبح يا زكريا بالعشيوة والإبكار إنما في مريم هو اللي قال للناس هو نفسه زكريا اللي خرج على الناس وقال أن سبحه بكرة وعشين قالوا كذلك في آل عمران قال وامرأتي عاقر وفي مريم قال وكانت امرأتي عاقرة لماذا هنا قال وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقر قالوا آه إن العقر ده ممكن يكون في الشباب سبحان الله يعني ممكن يكون في الشباب ثم يصرفه الله سبحانه وتعالى وممكن يستمر معها نعم أصيبت به في الصغر وولدت به نعم أصيبت به في شبابها لكن ممكن يأتي في الكبر أو ممكن يأتي في الكبر يعني ما تكون عاقر أصلا وهي صغيرة وهي شباب لكن أصيبت بالعقر وهي كبيرة وهذا أيضا وارد وبيحصل مع بعض الناس ولذلك جاءتها هنا وامرأتي عاقر وهنا وكانت امرأتي عاقرة الأمثلة كثيرة كثيرة جدنا وأنا أتعلم والله وأستفيد من صدرتك الكثير لكن سمحني يا دكتور لعل الوقت انتهى الآن فلعنا نكمل في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى دكتور الحبيب فضيلة الدكتور العالم الجليل الشيخ السيدة الحبيشي رضي الله عنك سيدنا وقزاك الله خير وبرك في عمرك في طاعتك وأدام الله عز وجل طلتكم من خلال هذه الشاشة المباركة اللهم أمين السلام وبركة فيكم وفي قناتكم والعملين فيها جميعنا اللهم أين وإياكم الدكتور اللهم أمين يا رب العمين مشاهدين كرام قضية الحديث عن القرآن الكريم قضية مهمة جدا جدا العزة والمكانة والريادة والقيادة كما كانت إلا بالقرآن الكريم ويعني من هذا المنبر المباركة ومن هذه الحلقة الطيبة ونحن نتحدث عن القرآن وأسرار القرآن وبلاغة القرآن رسالة مهمة لكل أب وكل أم أين دورك في خدمة القرآن وفي خدمة أبنائك للقرآن يا أخوان الكرام نحن الذين نشرف بالقرآن ونسعد بالقرآن الأباء والأمهات اللي بيهتموا بتعليم أبنائهم الإنجليزي والفيزياء والكيميا والأحياء وما شابه من مواد جميلة ماشي نتعلمها لكن أين هم من القرآن عدرتك بتبقى حريص أنك تعلم أولادك ياخدوا درس إنجليزي بمبلغ كذا وياخدوا فيزياء بكذا وياخدوا كيميا بكذا وفي القرآن قد تبخل أو قد تقصر أو تكسل أو تأجل وإنت في الحقيقة بتغفل عن العامل الرئيسي في نجاح أبنائك وفي إن يكونوا رجال يحملوا هم هذا الدين ويكونوا سبب في نجاتك أمام الله سبحانه وتعالى وفي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى محتاجين نعود القرآن ونفهم القرآن بشكل أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى سألين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة